ويحاول يطلب في الظهر ويخلق التفوق العددي ونشوفوه في كل مرة انه يحاول يطلع ويعمل الكروس هذي حاجة بهي بش تعاون المنتخب التونسي بالنسبة لينا بش تكون فما ثلاثة اشوات في زوز مقابلتها ديما هما صحيح نحكي على زوز مباريات لكن بالنسبة لينا بش يتقسمو على ثلاثة اشوات شوتلو ليني بش يجرب فيه الملعبية عسل ما رحبا بكم رجعني لكم اليوم كلا عادة في فيديو جديد بش نحكيو على اخر اخبار المنتخب التونسي بعد ما انها التحذيرات في تونس تحاول اليوم لفرنسا وين بش يجري زوز مقابلتها تدخل ضمن التحذيرات للمنديال المباراة الاولى بش تكون ضد جزر القمر يوم غدوة ان شاء الله البرح كنا حكينا على الاخبار السارة للمنتخب التونسي عودة يوسف المساكني للتدريبات كذلك زادها في اخبار اخر مزيان نجمو نحكيو عليه هو التحاق هيان فاليري بالمنتخ المنتخب التونسي المليعب هذي كنا تحدثنا عليه حتى فيديو يت سابقين وكنا تحدثنا عليه اربع وخمسة شهور التالي قيادة سليم بنواثمان وقت اللي يتكلم مع المليعب هذي وكان حتى حكي معاه وحبوا انه بش يكون في المنتخب التونسي بتبيع زادها فما ضمانات وفما برش حاجات فما ردود افعال وفما تضرب في الاقوال ووقت اللي فما ناس ضد التحاق يان فاليري بالمنتخب فما عبيد معاه كنشوفوا وسائل الاعلام كنشوفوا زادها في الراديو وش نوع يحكيه والم اللاعبي مناجم يقدم حتى شيء ما هوش خير من دراجر ما هوش خير من كيشريدة الكلم هيدا يقعد ديما كلم وديما وش يتنظر لكن بالنسبة لنا استقطاب ناجح لللاعب التونسي انك تجيب مليعبي كوارجي هذي حاجة به وتحسب للإدارة الفنية كذلك زادها النظرة المستقبلية مليعبي عمره تلاتة عشرين سنين ما خسرت حد شيء انك تجيبه المنتخب التونسي فما يكون يحكي ويقارن به بدافيد جمالي في مونديال الفين وستة وقت التحق بالمنتخب التونسي بعد ما عودناه شوفني كذلك زادة يوهان بالعلوين زادة كيف كيف التحق بالمنتخب في الفين وثمنتاش وحب يطلع في الكوتا متاعه ومبعد كيف كيف المليعبي هذا ما عودناش شوفنيه في المنتخب التونسي البدايات متاعه كانت في نادي رين في فرنسا ثم انتقل الى نادي سام ثوتون المليعبي هذي شوفنيه متأقلمش برشا في الدوري الانجليزي تم التصعيد متاعه في الفريق الاول لكن ما شاركش برشا بتبيع نساق عالي بتبيع فما برشا عوامل وبرشا حاجات خاصة يختلف من دوري الدوري وقت نح فما برشا حاجاته برشا عوامل تتبدل ينقى روحه المليعبي قدام امر الواقعية اما تقعد في الفريق وإلا تحاول انك تلقى فريق الاخر يتحول الى نادي اونجي بعقد اعارة وفما امكانية شراء بتاع العقد متاعه هذيك عليش نحكيه اليوم ونقوله يان فاليري اختار المنتخب التونسي في التوقيت هذيه بتبيع امليعبي يخمو في المستقبل متاعه يحب يطلع في الكوتا متاعه لكن المليعبي هذي هيت نحكيه على الخيصال الفنية وكنت تفرجت في المليعبي هذا ي يمتاز بالسرعة صحيح اليوم قاعدين نحكيه على مليعبي ظهير ايمن الرولم تاعه ويكون يخلق التوازن ما بين خط الرباعي الدفاع قدامك جناح ايمن كيف كيف اذا كان هو يدخل الوسط لهنين نلقاه ولمليعبي هذي يعمل ويحاول يطلب في الظهر ويخلق التفوق العددي ونشوفوه في كل مرة انه يحاول يطلع ويعمل هذي حاجة به بش تعاون المنتخب التونسي هذيك عليش انا كنت فرحان برشا بالالتحاق متاع المليعبي هذا اكيد فما ردود افعال فما ناس يسمعه فما ناس ضد هذا الكله رو ديخل في كورة القدم وداخل في عالم كورة القدم ما يجبنا حتى شيء جديد ديما فما ناس معاك وفما ناس ضدك هذا كان كلمنا عليان فاليري اللي ان شاء الله اليوم بش يلتحق بوفد المنتخب التونسي وبمقر الاقامة في فرنسا ان شاء الله نشاهده المليعبي هذي في اقرب وقت وعليش ليه نشاهده في مباراة متاع غدوة مداما نحكيه على المباراة متاع غدوة حبينا ناخذوا لمحة على الأمور الفنية حبينا نحكيه في الأمور الفنية والأم اكيد تشكيلها فيها برشة جديدة تشكيلها باش تكون مغايرة لتشكيلات السابقة خاصة انه فما برشة ظروف وبرشة معطيات منهم انك انتي تلعب مقابلة ضد البرازيل يوم سبعة وعشرين ما عندوش برشة وقت لركوبراسيوما بين الماتش الوليني والماتش الثاني باش نشوفوا انه باش يحاول يعطي اكثر وقت الملعبية اللي ما يعرفون باش يحاول يجربهم بالنسبة لينا باش تكون فما ثلاثة اشوات في زوز مقابلتها ذا ما هو ما صحيح نحكي على زوز مباريات لكن بال بالنسبة لينا باش يتقسموا على ثلاثة اشوات شاوت لوليني باش يجرب فيه الملعبية اللي يلتحقوا بالمنتخب التونسي لأول مرة والشاوت الثاني باش يحاول انه هو باش يقرب بالفورماسيون اللي باش تلعب ماتش لبريزين معانيها باش يكون يحاول يخلق الوتوماتيزم والتجنس بين الملعبية هذك على شرا باش نشوفه غدوة اختلاف كبير خاصة في الشاوت الاول اذا كان اليوم باش نتكلم ونحكي على التشكيلة المحتملة على المنتخب التونسي ما تخافوش وما تستغ من التشكيلة اللي باش نحاول نعطيها ولي باش تكون ان شاء الله الاقرب انتي زادة كيف كيف تنجم تعطي رايك وتكتب في الكومنتر اماهو الملعبية اللي تحبهم يكونوا موجودين بالنسبة لنا نعرفوا اللي فما تلاهتها في الكاج نحكيه على ايمن دحمين كذلك صدق الدبشي وباشير بن سعيد فما اختلاف كبير في الحالة هذية فما ناس يقول لك ليه اكيد باش يبدأ ايمن دحمين بالنسبة ليه الاقرب باش يكون باشير بن سعيد حارس مرمى كذلك تاوبش تعدي ونحكيه على رباعي الد الدفاع وليهنية باش يكثر الكلم وباش تكثر الاراء محور الدفاع اللي بنسبة كبيرة باش يكون فيه برشا كلم خاصة كما نعرفوا فما ثويبت في المنتخب نحكيه على منتصر الطالبي ما تنجمش تبدلو ما تنجمش تغيرو كذلك زادة برون اللي قاعد يقدم في مباراية ممتازة لكن كما قلت ما اللو اللي راو نجمونا القاوم لعبية او المرة راوهم يلعبون بعضهم كذلك زادة باش يجرب امكانية كبيرة نشوفوا نقدر الغندري وبالعيفة في اللاكس نتصور هيدو مزو باش يكونوا في محور الدفاع باش نحكيه وطوع على الجهة اليمين الجهة اليمين اللي فيها برشا كلم كما نعرفوا المثلثة والالتزامات متاعه سعيب ياسر انه باش يكون حاضر غدوة في المباراة معناها انحصر الاختيار ما بين يان فاليري القادم الجديد للمنتخب كذلك زادة دراجر خاصة اذا كان باش تحط يان فاليري باش يكثر اكيد برشا كلم وكيفيش والمليع بهذه الجيل برح يلقى روح ويلعب اليوم وتشكيلة الاساسية وعنده لمعرفوا الكلمة ذاكة لكن اليوم قاعد باش يكون اول مرة في التشكيل الاسيسي المنتخب التونسي هيدا بالنسبة لنا الرباعي الدفاع باش تعدى وطوع الى خط وسط الميدان اللي كما نعرفو خط وسط الميدان اللي فيه برشا ايسا بيت خط وسط الميدان اللي فيه برشا غياب بيت كذلك زادة معها خط الهجوم خلينا نكمل مراكزين طوع على خط وسط الميدان بصراحة الملاعبية اللي موجودين في الوقت نحكيه على عيسر عيدوني كذلك زادة الياس السخيري معناها الهنية روش شواء بشكل يقعد ديما كيف كيف روش يقعد سعيب برشا لكن كما قلت من الول زيدا عاود رو ديما التشكيلة هذية باش تكون تشكيلة مو غير التشكيلة هذية باش يجرب بها بعض الملاعبية وكما حتى في تصريح عامل وقال انا باش نقف على اخر استعدادات الملاعبية باش ما نظلم حتى ملاعبية لخطر في التربس القادم باش تكون القائمة النهائية للملاعبية اللي باش يشاركه في المونديال في ذا الاسابات في وسط الميدان في الجيني سيسي كذلك زادة بالرمضان سعيب برشا انه باش باش يبدأ به الياس السخيري كبيفو سنتينير انه باش يكون غلال الشعليري مع الياس السخيري كذلك زادة تواجد حنباع المجبري واللي نتصور زادة فامو بروبوزيسيون اخرى انه باش نشوفو شي مجبالي في اول مقابلة ليه مع المنتخب التونسي تقعد هذي وجهة نظر وتخمينات باش عديو طاوة نحكيو عالمهاجمين المهاجمين بالنسبة لنا اللي فامو برشا اسابات في المنتخب التونسي كيما نعرفوا واهب الخزر مزال كيف رجع وسعيب انه باش تكون موجود وش كذلك زادة يوسف لمساكني بنسبة بسعة وتسعين بالمية باش يغيب على المباراة هذي لكن ان شاء الله باش يكون حاضر في المباراة متاع البريزيل نحكيو زادة على سيف الجزيري التزاميته معانا دي الزمالك سعيب كان باش يكون موجود معاناها الهنية روش شواب داين حصر في تلاثة المهاجمين باش نشوفو لأول مرة سيفالة في مركز مهاجم باش يكون مركز مهاجم جنيح كذلك زادة باش يكون معاه بن سليمان نتصور الملعب هذي في الفورما وقاعد يقدم في مباراة ممتازة لكن باش نحكيو على رأس الحربة للمنتخب التونسي الملعب يتاها يسين الخنيسي في اخر مقابلات قاعد يقدم في مباراة ممتازة وقاعد يمركي حتى اخر مرة كنسجل هاترك كذلك زادة عسام جبيلي في اخر مقابلة ليه كان عمل اسيستو بونتو معاناها رو الملعب يزادة كيف كيف في التوب هذيك عليش باش نحكيه ونقوله روه صحيح اليوم قاعدين قدام امر ويقع عليك ديما نحكي ونعاود راية المقابلة هذي باش تكون في الشوطة الاول بشع بشعتي اكثر حلول وبشعتي اكثر تندجون للملعبية اللي يحب يجربهم ولي يحب يعطيهم فرصاتهم لالاخر باش ما يضلمهم امكانية كبيرة باش نشاهدوا ته يا سين خنيسي في مركز رأس حربة للمنتخب التونسي ذات جزر القمر هذي تشكيلة متاعنا صحيح في مبارشة كليم وفي مبارشة انتقادية نستنى الاراءة متاعكم كيف كيف تكتبو في الكومنتير اما هو الملعب اللي انسينا وما هو الملعب اللي تتصور النجم يكون موجود في التشكيل الاساسي صحيح انا ق قلت وتكلمت على التشكيل الاساسي لكن فما برش عوامل منهم العامل اللي اوليني انه المدرب يحب يجرب الملعبية ويعطي اكثر وقت ممكن الملعبية يحب يعطيهم الوقت ويجربهم باش ان بعض ما يحملوش المسؤولية وما يقولش بني انا ممشيتش المنتخب ولا شبيني متنحيت مليستا ولا مانيش قاعد نلعب امكانية كبيرة في الشوطة الثانية باش نشاهدوا عديد التغييرات خاصة انه باش تكون الاقرب لمواجهة البرازيل خاطر كيما نعرفوا راو لازم يخلق اوتوماتيز بيلم لعبية لازم يخلق التوازن هذيك عليش امكانية كبيرة نشاهده العيدوني بشيهبت في الشوطة الثانية كذلك زادة امكانية تواجدوها بالخزري كيف زادة عصامة جبالي بالنسبة الخط محور الدفاع اكيد فما شنج مونيتو فما تغييرات دخول الطالبي وبرون هذي حاجة ما فيهاش كلم كذلك زادة دراجر البشيخ وبلاستو في جهة اليمين هذي تشكيلة بالنسبة لجزر القمر ان شاء الله بتنحكيه في قادم الايام وقادم الفيديوهات على المنتخب البرازيلي والف كيفش بتتغير من المبارات المبارات اخرى اكيد زادة فما عبرش عوامل فما الركوبراسيون هكا كل الفيديو بتاعنا شكرا لكم على المشاهدة مخصي بوكو يعطيكم الصحة تسبح على خير نس لكل